ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله الملك بإشراف مباشر من قائد سرية الدرك الملك بأقادير قاموا باعتراض السيارة المشبوهة عن طريق وضع سد قضائي وتنصيب الحاجز المسماري بالطريق إلا أن سائق السيارة قام باقتحام السد ولاد بالفرار حيث قامت عناصر الدرك بمطاردته وتمكنوا من حجز السيارة بعدما تخلى عنها أصحابها بمنطقة خلاء ولاد بالفرار هذا وقد مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل السيارة من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرة قدر وزنها بحوالي 2000 كيلو جرام كانت مخبأة بعناية داخل السيارة بالإضافة إلى زورق سريع وتلاتة محركات بحرية نفاتة